مشاهدي قناة مكتبة التعليمية مرحبا بكم في الصفحة 107 من الدرس 24 الهرم والموشور القائم Pyramid et prism d'hawa Pyramid والهرم prism d'hawa موشور قائم اكتشفوا Je découvre اولا اصل كل مجسم بنشره اذا سنصل كل مجسم بالنشر دياله عندنا النشر واحد نشر اثناني ثلاثة واربعة بالنسبة لهذا النشر هده فهو ديال موشور قائم لان هذا الموشور القائم اللي هو القاعدة دياله واحد جوش ثلاثة اربعة خمسة ستة يعني قاعدته مضلع سداسي كي تكون مستدل الأضلع واحد جوش ثلاثة واربعة خمسة ستة يعني ده هو النشر ديال الموشور القائم ثم النشر ديال هده الموشور القائم الذي قاعدته مثلات هو ثلاثة نشر ثلاثة اما هده النشر فهو ديالهارام قاعدته مربع فإذا جمعنا هده الوجه فهده نحصل على هده الوجه هذي الجانبية وهده القاعدة ديال الهارام وبقلنا هده المجسم اللي النشر دياله هو هده السؤال بقى أكتب بعض خصائص المجسم أ والمجسم بي نحن نكتب الخصائص ديال المجسم أ والخصائص ديال المجسم بي نبدأ بخصائص المجسم أ خصائص ديال المجسم فالمجسم أ لاحظوا المجسم أ فكما قلناه عبارة عن مشور قائم لأنه هو مشور مشور قائم قاعدته قاعدته مضلع مضلع لاحظوا عدد الأضلع ديال المضلع واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة مضلع سداسي مضلع سداسي أما وجوه في الوجوه ديالي الوجوه الجانبية عبارة عن مستطيلات و وجوه وجوه الجانبية عبارة عن مستطيلات إذن فالمجسم كما قلناه فهو مشور قائم قاعدته مضلع سداسي ووجوه الجانبية عبارة عن مستطيلات أما المجسم بي المجسم بي فالمجسم بي هارم فهو هارم قاعدته مربع فكلاحظوا النصر دياله فالقاعدة عبارة عن مربع ووجوهه الجانبية وجوهه الجانبية الجانبية وجوه الجانبية عبارة عن مثلثات الوجوه الجانبية عبارة عن مثلثات إذن عندنا هارم قاعدته مربع وجوهه الجانبية عبارة عن مثلثات في حين المجسم موشور قائم قاعدته مضلع سداسي وجوهه الجانبية عبارة عن مستطيلات السؤال جيم المجسم يسمى كما قلنا موشور قائم موشور قائم والمجسم يسمى يسمى هارم هارم موشور قائم وهارم أتمرن جمع نشر هارم لاحظوا نشر جيل هارم ونشر موشور قائم ثانيا أتعرف الهارم والموشور القائم وألونهما أكتب اسم كل مجسم فمثلا الهارم سنلونهما كل مجسم فمثلا الهارم سنلونهما بهذا اللون هذا أما الموشور القائم سنلونهما بالأصفر نبدأ بالهارم سنلونهما ثم 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 عندنا كذلك هذا المكعب هذا فهو كذلك موشور قائم لأن القاعدتين متطابقتين أما بعد ذلك أكتب اسم كل مجسم كما قلنا هذا متوازي مستطيلات فهو موشور قائم ولكن الاسم دياله فهو متوازي المستطيلات أما هذا الشكل فهو هارم ثم هذا المجسم كرة كرة ثم عندنا مكعب فالمكعب كذلك هو موشور قائم وكعب وهارم الثماني الثالث أعيد رسم النشر وألون الحروف التي تجمع فيما بينها باللون نفسه إذا نعود الرسم هذا النشر ثم ألون الحروف التي تجمع فيما بينها باللون نفسه ثم بعدها نقوم برسم الشكل النشر سنقوم بقصه ندوى الشكل لاحظوا بعد أن نقوم بطيه نحصل على هذا المجسم هذا وهو عبارة عن مشور قائم وهو متوازي المستطيلات فالمطلوب هو أن نلون الحروف التي تجمع فيما بينها باللون نفسه فالحروف دي لهاد المجسم هذا راح سنقوم بطيه نحطوه الشكل هو هذا فهذا الحرف راح هذا الحرف هذا مع منها يتجمع لأن هذا الحرف يتجمع مع هذا مع هذا الحرف لنعلمه ثم هذا الحرف ثم هذا الحرف يتجمع راح مع هذا الحرف نعلمه كذلك بنفس العلامة يجلعين العلامة بس ثم نديره نفس الطريقة بالنسبة لأحرف الأخرى فعندنا هذا الحرف يتجمع مع هذا الحرف إذن هذا مع هذا وغذي اللونه بنفس اللون إذن هذا الحرف كما قلنا هذا يتجمع مع هذا ثم هذا الحرف يتجمع مع هذا إذن هذا دي هو هذا مع هذا ثم هذا مع هذا إذن كل حرفين كي يتجمعوا كنديرهم بنفس اللون فقبل ما نديروه بنفس اللون كنجمعوا المجسم ثم الحرف اللي تجمعوا كنديرهم بنفس اللون ولا بنفس العلامة ثم كنرجعوا كنحطون مجسم وكنبقوا نجمعوا ثم هذا الحرف مع هذا الحرف ستجمعوا يعني هذا مع هذا هذا مع هذا ثم هذا الحرف هذا مع هذا دي هو جيل اللي علامات مع هذا مع هذا مع هذا ثم هذا الحرف مع هذا الحرف ليه هو هذا نلاحظوا هذا مع هذا ثم بقونا نجمع هذا الحرف لأن نقصنا مع هذا هذا مجسم ما نحصل إلى هذا المشور القائم اللي قلنا هو عبارة عن متوازن المستطيلات رابعا أعيد رسم النشر ثم أركب هراما نعود رسم هذا النشر ونركب الهرام هذا هو النشر ثم نقوم بقصه ثم نقوم بطيه فنحصل على هرام كما كنلاحظه فهذا المجسم فهو هرام نحصل على هرام صغير هذا هو الهرام فكاللاحظه كذلك أن القاعدة لهذه الهرام مربع أما الأوجه الجانبية فهي عبارة عن مثلثات خامسا عند ملئه للجدول ارتكب عثمان بعض الأخطاء في سطر الأول أصححها وأكمل ملء الجدول الهرام شكل القاعدة مثلث فلاحظوا هذا هو النشر شكلها قاعدة هي مثلث عدد الرؤوس لاحظوا لجمعناك يعطينا هرام يعطينا هرام وقد عدد الرؤوس عندنا هذا الرأس ثم القاعدة لتلتي الرؤوس يدرب عدد الرؤوس فقط أما بالنسبة لعدد الوجوه الجانبية فلاحظوا عدد الوجوه الجانبية فعندنا 1 جوش 3 فقط 3 جانبية وليس أربعة طبيعتها طبيعة الوجوه الجانبية فهي عبارة عن مثلتات نجوابه صحيح بالنسبة للمجسم الثاني اللي هو الموشور القائم فشكل القاعدة نعتبر هذا الموشور القائم هذا شكل القاعدة مستطيل عدد الرؤوس بعد أن نقوم بجمعه ونحسب الرؤوس هذا رأس هذا رأس هذا رأس فكل قاعدة فيها رأس عدد الوجوه الجانبية عدد الوجوه الجانبية سنحسب عدد الوجوه كلهم ونقسم منهم القاعدتين عدد الوجوه نقوم بجمعه نقيمها 1 جوش 3 4 5 6 ونحسب الولد نقوم بجمعه وبهذا ننهي 80 صفحة 107 نتقي في صفحة 108